هناخدكم مع بعض إن شاء الله دلوقتي ومع سادة المشاهدين في جولة سريعة مرورية وكمان هنعرف أخبار التخص بصبح عليكم مرة تانية وصباح الفل على كل مشاهدين في كل مكان البداية مع جولتنا المرورية وحنبدأ مع حضراتكم تحديدا من شارع رمصيس اللي بيشهد كثفات مرورية بسيطة في الوقت الحالي مكملة معانا لحد العباسية أو تحديدا ميدان العباسية لو فضلنا ماشيين مع حضراتكم لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو كثفات نسبية عند كبري الجلاء ففي سيولة مرورية مكملة معانا لحد طريق العروبة عند كبري المطار في كثفات نسبية هتبدأ تختفي شوية شوية مع حضراتكم وحنا دخلين على طريق المطار عند كبري الحدايا اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري أو تحديدا كبري الفنجري نفس الأمر حيكون فيه كمان كثفات للقادم من الكابلات وحيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم وصولا إلى ميدان الأوبرا كمان فيه انتظام لحركة المرور بشارع رمصيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطلع منازل كبري أكتوبر نروح مع حضراتكم لطريق الأوتستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمؤطم حيكون فيه سيولة مرورية كبيرة في الاتجاه ده لكن بتظهر بعض الكثفات في شارع الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى يصر العيني وبعض الكثفات بمحور النصر وصولا إلى المنصة وشارع عباس العقاد والطيران بمدينة نصر فيه أماكن كمان فيها غلق للإشارات بالميادين منها مدان التحرير وروكسي ومدان المستشار هشام بركة من القاهرة حننتقل مع حضراتكم لمحافظة الجيزة وحنبدأ من شارع فيصل شارع فيصل طبعا كالعادة بيشهد كثفات مرورية كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطئ كبير في حركة السيارات بدأت تظهر بعض الكثفات في مناطق معينة مختلفة نقدر نقول مثلا في منطقة مشعل وكمان فيه كثفات في شارع العشرين وصولا لحي الطلبية بالهرم إلى كبري الجيزة وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى شارع العشرين بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثفات مرورية بسيطة قبل محور مدان لبنان والمتجه إلى أكتوبر لازم ياخد باله أنه حيكون فيه الحمد لله يعني سيولة مرورية لكن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فيها بعض الكثفات اللي بدأت تظهر من شوية واللي قادم من كبري فيصل لمناطق الدقي بتظهر كمان كثفات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل في المنطقة دي التوجه لمحور عرابي يعني محور عرابي حييسر الحركة المرورية بشكل كبير كبري عباس والجمعة والجيزة المعدني بتظهر فيها كثفات بمحيط مدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السريات وشارع النيل السياحي كمان بيشهد محور عرابي كثفات متوسطة للمتجه من الأقليم وصولا إلى المهندسين وكثفات بمحيط كبري أحمد عرابي بسبب بعض الإصلاحات الجارية هناك نروح من الجيزة نتجه جنوبا إلى محافظة أسيوت وأمام المستشفى الجامعي بأسيوت في سيولة مرورية مكملة معانا لحد جمعة أسيوت ولما نوصل حنلاقي بعض الكثفات المرورية اللي بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الوصول إلى الطريق الدائري في المحافظة في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوت من المداخل والمخارج للمحافظة نكمل جولتنا المرورية والروح للإسماعيلية ولو بدأنا في محافظة الإسماعيلية بالطريق من مبنى الديوان العام للمحافظة هناخد الطريق الشهير اللي هو طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6 طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم من محافظة القاهرة أو عبر الدائري الإقليم لكن الطريق الزراعي فيه مشكلة فيه بعض الكثفات المعتادة دايماً بتبدأ تظهر في مثل هذا التوقيت من الحالة المرورية نروح مع حضراتكم نستعرض جولة سريعة في أحوال التقص النهاردة إن شاء الله تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تقص صحار رد بنهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل الحرارة ردب ليلاً على أغلب الألحاء درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 36 درجة وأقل درجة بتسجيلها مطروح 32 درجة أسوان العظمى فيها 44 هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل لكن بعد شوية